تحت شعار كلنا من أجل اليمن كلنا ضد العدوان كامت مديريتها الصافية وأزال أمسية رمضانية حضرها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل وكيل أمانة العاصمة للشؤون الاجتماعية حمود النقيب وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالأمانة والمديريتين والوجهة والشخصيات الاجتماعية وفي الأمسية ألقى كلهم من وكيل أمانة العاصمة علي السقاف ورئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقار كلمتين أشهد فيها بصمود أبناء المديريتين في وجه العدوان وتراحمهم مستعرضين ما حققه المجلس المحلي بالمديريتين وكوادرها ومكاتبها وكان مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني قد ألقى كلمة ترحيبية وألقيت في الأمسية العديد من القصائد الشعرية